طيب بيبدأ نتكلم عن كورس البتر نغونيشن طيب مبدئيا الانسان بيقدر يعمل حاجة كتيرة بيقدر ان هو يقدر يتعرف على الواجه اللي قدامه يقدر ان هو لو اتكلمت قدامه كلام يركنيز الكلام ده بيقدر ان هو يقرأ الهند ريتن ووردز لو انت كتبت كلام ممكن يعرف يقرأه ولو انت مثلا عندك فريش فود يقدر ان هو يدستنجوش ات او يقدر تعرف عليه من خلال اتسس ميل من خلال رحته فالانسان بيقدر يعرف حاجة كتيرة يعني بيترجم الكلام وبييترجم الصوت وبييترجم النصوص فطبعا عشان هو الانسان عنده خمس حواس معروفين يعني طيب احنا عايزين عايزين انه خلي الحاجات دي للماشين باختلاف طبعا الكونتاكست او باختلاف لان الكمبيوتر تركبته مش نفس تركبته الانسان فيه دم وفيه روح وفيه حاجات كتيرة لكن الكمبيوتر احنا عايزين بس الفيترز دي مش لازم انه هو يبقى يبقى زي الانسان بزبط في حاجته انه هو يدخل ينام في حاجته انه هو يعمل الحاجات اللي هو الانسان بيعملها يعني احنا عايزين بس لحد ما نخلي الكمبيوتر يقدر يعرف الحاجات دي زي عشان نخلي الكمبيوتر يقدر يعرف فيها من الحاجة زي كده فاحنا بنعمل حاجة اسمها pattern recognition يعني بنخلي الكمبيوتر يقدر يتعرف على الباترن او الشكل اللي قدامه ويبدأ يقول ان والله انا شايف ان الحاجة دي face او شايف ان الحاجة دي عبارة عن cat او dog او whatever وابدايا بس عايزين نعرف يعني ايه pattern ويعني ايه class ويعي الفرق بين pattern وclass ويعي الفرق بين pattern وclass فكرة ان انا حط قدامك حاجة واقولك ايه اللي انت شايفه ده فانت تقولي ده عبارة عن حروف يبقى ده اسمه pattern يعني نمط معين بيديك احاء بان الحاجة دي قدامك ده عبارة عن حروف ولكن لما اقولك ايه اللي قدامك ايه فانت تقولي على الفكرة اخد بالك ان ايه و ايه و ايه والارباع ايه دول عبارة عن class معين او ممكن نسميهم category او class ا والحاجات اللي هي البي دي ممكن نسميها category b ففيه class category هي close فيه class وفيه pattern class اللي هو انك بتمسك الباترن استيكل لها وتمسك حاجات منها معانا تفصصها كده وتسميها close لكن الباترن هو ان انا ابدأ قولن ده حرف ان كل اللي انت شايفو ده عبارة عن حروف وده تكسيجنل او مثلا وجوه تقولي ده عبارة عن اوجه بس ما تقوليش بقى وجه كل واحد يوم ايه يعني ده وجه انسان واجه مثلا ميل ولا في ميل واجه تشايلد ولا ولا جيرل ولا اي حاجة مجرد بس تقولي ان هو وجه واجه ده يبقى better لكن class من جوه details يعني بقى اسم close فساعات باحتر ان انا اعمل better recognition ببدأ ان انا اقول ان ده عبارة عن نوعه ايه انه هو حرف او انه هو صوت او انه هو فيديو ده better recognition بrecognize نوع البترن القدامي او بعمل classification وان انا ببدأ اقول ان كل pattern او كل جزء صغير جوه البترن اللي انت شايفو ده عبارة عن class نوعه ايه فهده الفرق من pattern وclass وبatter recognition وclassification فالبترن is an entity that could be given a name يعني عبارة عن حاجة ممكن ادي لها اسم زي مثلا الامج الورد الفيس السيجنال الدي نيه سيكونس اوكي والبترن جونيشن وclassification هو الاثنين الهدف منهم ان انا بحاول اعلم الماشين ازاي يوبزيرو وازاي بيليرن وازاي في الاخر بيميك او او الحاجات اللي هو شايف اوكي طيب اها فيه applications كتير البترن الكونيشن انت ممكن مسلا تدخله document او وصيقة وبتبدأ ان انت تطلع في الاخر الوصيقة دي جواها ايه الحروف اللي فيها او الwords اللي فيها في باليوم بتاعي عبارة عن document وdocument image صورة يعني من document مش ملف بتمسك بالايد لا ده document image والاود بتاعك بيكون عبارة عن characters awards والبروزيس دي اسمه optical character recognition برضو من الحاجات التانية اللي هي speech recognition ان انت مسلا ممكن تدخل speech form signal لصوت حد وفي الاخر بتقول لي الشخص ده كان بيقول ايه فابقول لك ال spoken words هو قال ايه بالضبط جوا السيجنل دي ممكن مسلا ال bioinformatics الشخص بيدخله dna sequence وبعدين انت الاودو بتاعك وتقول لي الانواع الجينزي اللي موجودة جوا السيجنز ده ايه فعندنا مسلا برضو ال document classification وهو ان انت بيبقى فيه شخص لما تيجي مسلا تكتب على اليوتيوب وتكتب comment او حتى لو عملت paragraph او blog مثلا او حاجة وفي حد كاتب article معين عن حاجة فانا عندي text text موجود بعمل semantic categories يعني ايه semantic categories ببدأ ابوست على text ده ولاي ان ان انا خلاص عرفت كل ال words اللي فيه عادي مش مشكلة وكل ال characters ببدأ ان انا analyze the words دي ان كل words دي كلها بتكلم عن السياسة فاقول ان انا عندي category اسمها سياسة او ان كل الشخص ده بتكلم عن الرياضة فانا فانا بعمل semantic analysis semantic analysis او semantic categories بتبقى هي الاوبت من ال process دي وهكاس طبعا في عندي حاجات كتيرة فيلت كتيرة ممكن اللي داخل يبقى صورة اللي داخل يبقى text اللي داخل يبقى speech اللي داخل يبقى دين ممكن اللي داخل يبقى video حاجات كتيرة ونوع ال image اللي بدخل بتبقى كتير يعني ممكن يبقى داخل صورة وانا اقول لك على فكرة ان اللي موجود في الصورة ده face او اللي موجود في الصورة ايض وبقى عايز اطلع في الاخر ال finger print او بصمة ايدو يعني فمش شرطي بقى عندي اللي داخل بس عبارة عن image او signal او كزا لا ممكن ال signal تبقى signal لل speech ممكن تبقى signal لل brain الصورة ممكن تبقى صورة للشخص ممكن تبقى صورة ل مثلا ارض زراعية مثلا او او حاجة تعمل تكتب الامر الصناعي ففيه صور كتير حسب الهدف من التاسك دي اي يعني طيب انا عايزة اعمل بقى عايزة ابدأ اجرب ال better recognition ده او ال classification system ابدأ اعمل ايه مبدئيا انت بيكون عندك problem او عندك environment معينة بتبدأ تشتغل عليها وبتبدأ تجمع منها data بتعمل data acquisition او data sensing بتجمع data يعني انا مثلا عايزة اتعرف على صوت الشخص عشان في الاخر اخليك باسورد بصمة صوت وتبقى هي الباسورد فمحتاجة data يعني الشخص ده يعني محتاجة اتعلم من الاول بصمة صوته عاملة ازاي عشان لم يجي دخلها لي في يوم الايام ابدأ اقارنها باللي موجود عندي اللي انا تعلمته يعني وابدأ اقول لك اه صح ده انت شخص اصريز ده او مش اصريز فلازم اول step في machine learning او classification او pattern recognition لازم يكون عندي data set او data base او data ال problem of interest طيب بعد كده بتبدأ تعمل حاجة اسمها pre-processing pre-processing يعني بدأ تجهز شكل ال data ال data جالك بشكل معين تبدأ تعدل فيها prepare data عندك بحيث تبدأ جهزة للشغل بعد كده يعني مثلا اللي بتعمل لها تعمل remove للنويز ممكن مثلا عايز تحولها ل grey او rgb تحولها لأي حاجة تانية لو هي signal ممكن تحولها لfrequency domain ممكن تحولها ل تسيبها في time domain على حسب اللي جاي لك ونت بتحول بتحتاج تعمل pre-processing يعني بتعدل data من المجال اللي هي جاية فيه بتحولها ل domain تاني خالص او ان انت بتعدل فيها يعني ببقى عايزة اريموفه النويز ببقى اريفه اعدل brightness بتاع الصورة اي حاجة بتكون في الاول ما بتكونش هو ال pre-processing ده ما بيكونش الهدف من التسك بيكون steps في الاول يعني بعملها عشان احسن شكل الاموت اللي دخل بعدين ممكن اضطر اعمل حاجة ما segmentation والsegmentation دي ممكن تكون دخلة في ال pre-processing برضو يعني يعني انا مثلا لو دخل لي صورة صورة انسان وطبعا ورا خلفية ولنفرض الكلية بتاعته او اي او اي منظر طبيعي وراه وانا ببقى عايزة اركونايز الصورة دي صورة احمد او محمد فلما اجي تقرر في الاخر وان ملت اوصل هل انا محتاجة ال background في حاجة مش محتاجاها فانا محتاجة اعمل segmentation او pre-processing step اسمها segmentation بان انا اعمل cropping او ان انا اعمل splitting ال region بتاع الفيس الاول ممكن يبقى ماني ولي او وطفر بقى اي طريقة وبعدين ابدأ ادخل صورة الفيس لوحدها وعشان ابدأ اقول ان هي في الاخر اتعلم بشكل معين دي صورة احمد او محمد او واطم فممكن اضطر ان انا اعمل segmentation في الاول عشان ده يساعدني في ال steps اللي بعدك طيب دخل صورة الفيس ممكن بعد كده اعمل حاجة اسمها feature extraction هو ده ممكن في steps to be cancelled عشان خطر مسلا باي هدف ممكن ده تكون ممكن ده تكون جاية ممكن ده تكون جاية للفيس بس على حسب احنا الدنيا عندنا عاملة ازاي بس ده الاساس وممكن كل حاجة نشيلها نشيل منها اي blockage على اساس اللي احنا فيها يعني لو بقى نعمل segmentation بقى اعمل بعدكده feature extraction لو انا عندي صورة شخص وعايزة اشوف في الاخر ان انا عايزة اعطي صورة احمد او محمد فبعمل feature extraction ممكن اعمل feature ممكن ما اعملش يعني ايه ممكن اعمل يعني ممكن ادخل صورة الشخص وابدأ ادخلها في classification وبقى ال classification بتاعي بيتعلم لوحده من شكل الصورة هي صورة مين او ان انا ابدأ اقول لبص انا دلوقتي داخل للصورة 100% و100% دي مثلا عبارة عن 10.000 سوق 10.000 بيكسل ففاليوز كتير قوي فمش هقدر يعني صعب ان انا اشتغل على 10.000 بيكسل فاليو فيفضل ان انا اخد اخد features من الصورة معلومات مفيدة عن الصورة بدل ما ادخل الصورة نفسها يعني بتجي للصورة بابدأ ان انا اشوف دي صورة ايه صورة شخص ابدأ اطلع شوية برامتر زمن الصورة او features زي مثلا ايه الارية بتاعت العين المسافة بين الحاجبين المسافة بين مثلا ال upper lip وال lower lip features كتير كده واخدها كأنها جدول يعني ال feature الاولاني اللي هو الارية بتاعت العين اليمين وبعدين الارية بتاعت العين الشمال فبتدخلك مثلا عشر الارية بتاعت العين الشمال عشرين طبعا بدأ ايه ارقام المسافة بين lower lip وال upper lip مثلا اتنين اي حاجة فالفاليوز اللي عند اللي هي عشرين وعشر واثنين دي او الاركام اللي جاتلي دي عبارة عن features بدل ما دخل الصورة كلها باخد المعلومات دي بس عشر وعشرين واثنين دي اسمه features extraction وطبعا الاوبار بتاعتها بيكون features او صف معين بيكون فيه قيم معينة بدخلها بقى طبعا انا بقول يعني ال data دي عبارة عن صور كتيرة وبالتالي لو عندي عملت على كل صورة feature extraction فكل صورة يطلع لي اللي هي كل element اللي انا قلتها دي المسافة بين العينين او الارية بتاعت العين وكده فهيطلع لي features يعني حاجة زي كده انا مثلا دخل لي صورة ونعمل من فوق كده اضطرت اعمل data acquisition فبقى معايا صورة ليه للشخص دي صورة الوش بتاعه اوكي وفي خلفية وراه اوكي طبعا بسارف مثلا الدقة يعني مثلا دي صورة وق وفي خلفية هنا اي خلفية بقى خلفية الشخص اوكي فانا بعمل preprocessing هو ان انا بحاول ان انا اشيل اعمل بينهانس الbrightness بتاع الصورة بخلي الشكل الوشي بقى clear افضل ما سوكي يكون حد اصمر شوية ممكن نخليه bright اكتر وطبر دي preprocessing عادي ممكن اعمل segmentation هو ان انا باخد صورة الشخص بس بيبقى عندي اللي هو الراس بتاعته بس كده هي اللي موجودة عندي بعمل وبلغي كل الحاجات دي بعمل ايه مستطيل حوالي الحاجات دي بس اوكي طب عملت انا segmentation بعدين بعمل ممكن تقول مثلا الصورة دي لها مثلا الارية بتاعت العين اليمين 20 الارية بتاعت العين الشمال 30 طبعا انا بقول اي ارقام المسافة بين عبارة عن 2 مثلا سنتي او اي حاجة اوكي دي صورة ببدا طبعا دخلها على classification افرض بقى انا عندي صور كتيرة عندي صور كتيرة وعملت كروب بطلعلي فيتشر تاني اوكي فالفيتشر دي بيكون عندي فيتشر ماتريكس يعني ده فيكتور او صف واحد ده بيكون عند ماتريكس عند كتير يعني فبيدخل مثلا هنا 30 هنا 15 يعني مثلا تلاتين ارقام طبعا بعيدة عن بعض وكده اوكي وبعدين بدخل ده معنى اللي انا بقوله يعني بعمل بعمل بعدين بدخل كل ده بدخله ل classification step ده موضوع اللي واحد يعني انا ببدأ ادخل الداتا بتاعتي سواء كان الفيتشورز او الفيتشور ماتريكس او الامage نفسها بدخلها على classification فيه بقى يعني فيه الاجوريزم معين والله فرض اسمه svm بتدخل داتا ببدأ اشتغل عليها بشكل معين عشان ادرس اتعلم العلاقة بين الفيتشورز عشان اقولك في الاخر ان لا دي سورة احمد او دي سورة محمد مثلا فال بيكون فيه classification algorithm يعني ده اتفضل بالتواصل طبعا في الفيديوهات الجاية بعد اخلص خلص بطل ان انا اعمل حاجة اسمها post processing دي طبعا اي مش اجباري وممكن مش شرط ان انا اعمل بعد بس ايه في بعض الاحيان بعم في بوس بروس ان مسلا ممكن الناتج بتاع classification يبقى عبارة عن probability يعني احتمال اسم 90% فانا خلاص classification خلص فانا محتاجة اعرف ايه 90% يعني الشخص ده احمد ولا محمد ولا ايه فمحتاجة اعمل post processing ان انا ابدأ احول بروبيل دي لحاجة طبعا بمنطق معين وبتفاصيل وتحتاج وقت ان هي تشرح ولكن هي ان انا اشتغل على الاوبط واطلع عشان ده يساعدني في لو كان الاوبط واضح ما فيش مشكلة مش محتاجة اعمل بروس وترى عمل دي على طول من دبنا الحاجة ان انا ممكن احتاج احسب حاجة اسمها performance مجر ممكن احسب 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 ال يعني احسب حاجات كتيرة بحيس ان انا بدأ اشوف بتاع ده منطقي او غلط كده يعني طبعا ده وفيه تفاصيل كتيرة ممكن نبقى نتطرق لها في وقتها بس ده اللي هو بيبقى عندي data وعندي داخل فيها وابعدين 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 وفاين اللي بيكون عندي طبعا ده مثال او يعني شرح شوية اللي انا لسه كنت بقول يعني بتبدأ مثلا عايز تجيب data محتاج تعمل تحط كاميرا للشخص وانت بتصور بصور من اليمين ومن الشمال ومن من الفرونت محتاج تزبط الكاميرا هي بعيدة قد ايه كم سنت يعني الواجه بعيدة بزاوية ايه ففي مجرمينت ممكن تحتاج تعملها أثناء ما انت بتعمل data acquisition pre-processing removal of noise data محتاج برضو يعني مثال على pre-processing from the background احتاج ان انت تشوف الجزء اللي انت مهتم بيه هو اللي تشيل هو من ال background وتبقى مهتم بيه وتسيب هو اللي في الصورة زي ما عملنا موضوع الفيس يعني feature extraction انت ممكن تشتغلش على الصورة نفسها ممكن تشتغل على new representation in terms of features يعني محتاج تاخد أرقام من الصورة زي اللي هي المسافة بين العين أو area بتاعت العين أو كده بعد كده في step classification انت او step بتاع model learning اللي هي هنا دي model بعد اتعلم بابدأ اخد features اللي دخلتلي وابدأ اعمل mapping كده بابدأ اقول ان لما area بتكون 20 كل الناس اللي دخلتلي والarea بتاعت العين اللي مين كان 20 دول هحطهم في category الوحدة وكل الناس area بتاعت العين بتاعتهم اليمين كانت مثلا 30 لان فيه فرق واضح من 20 و30 ممكن اقول دول كلهم جروب تاني مثلا بابدأ بابدأ اعمل ما بينج بتون الفيتشر وال groups او الفيتشر وال patterns بابدأ ان انا اتعلم يعني اتعلم الفيتشر دي وبعدين classification انا ااخد في الاخر بابدأ ان انا اقول ان الفيتشر ده طبع class معين يعني هما الاتنين دول دخلين في بعض شوية يعني هما الاتنين نفس الهدف ان انا بعمل مابينج من الفيتشر لشوية patterns عشان ابدأ اقول ان الفيتشر ده طبع class كس بعدين ممكن اضطر اعمل confidence وفيد بابدأ اشوف ان دلوقتي يطلع اللي classification قال لي ان هو ان الشخص ده صورة احمد ما عاربش مين احمد اللي احنا شغالين على طول بس يعني مش مش كلا فبابدأ اشوف النتيجة بتاعت دي صح ولا غلط بابدأ ان انا ممكن ممكن ان استخدم اكتر من classifier عشان اتأكد ان النتيجة دي صح كده طيب كل خطفة من دول هنتكلم عنها شوية اليدات acquisition اليدات acquisition دي وال selection of features وال model وال training classifier وال devaluet اللي هي في post processing يعني في data collection عايز اقول ان انا دلوقتي عن data set كتيرة عايز اعرف يعني محتاج كم sample بالضبط عشان احطها معايا وقل كده كفاية تمام how can we know when we have adequately large and representative of samples يعني عايز اجمع data وعايز اعرف في الاخر محتاج data add ايه في problem مش بحتاج data كتير problem بحتاج data قليلة يعني طيب اه 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 دلوقتي معايا data خلاص خليني جمعتها وبقى عندي مثلا 100 samples 100 صورة اوكي لشخص واحد او لغيره مش مشكلة بس انا في الاخر عندي 100 صورة عايز اه اه عايز اجرب يعني عايز ادخل data دي في لها ولا دي هتبقى عاملة ازاي المنطق بيقول ان لو انت عايز تخلي الكمبيوتر يتعلم فما فيش منطق يخليك تدي له كل data وبعدين تسأله في sample من data نفسها يعني انا دلوقتي عندي 100 samples هدي samples المية دول للكمبيوتر عشان يعمل feature extraction وclassification ويبدأ يعرفهم كلهم بعدين اجيب اللي بقى دي انكت ايه ما هيقول لك طبعا لانه شاف ها قبل كده لكن المنطق بيقول ان المفروض ان انا ابدأ اشيب شوية samples على جام ك testing يعني وفي بقى استماتي ترى train وتست والترين هي اللي تعلم منها والتست هي اللي اجرب فيها يعني ده دي اقسمها لو هي 100 اقسمها اخد 80 صورة على جام و20 صورة تانيين على جام ابدأ ادخل 100 صورة دول على صورة 2 3 وكذا ادخلها والسيست بعد اتعلم ويطلع لتاخل trend أو موديل اتعلم يعني ان انا خلاص عرفت يعني ايه كان دي صورة انسان معين يعني كل 800 صورة دول صورة انسان معين فهو بدأ يتعلم يعني عرف بعدين بعد ادخل صورة من العشرين دول وقل لها الصورة دي صورة مين وبقى الصورة اللي هي من العشرين دي مكنتش داخل قبل كده بس هي طبعا نفس الكلاص يعني أو طبعا نفس الـ data مش حاجة بعيدة يعني حاجة يكون شاف ها قبل كده يبدأ يقول لي آه دي طبعا كلاس أنا تعلمته والنفرد دي كلها صور الشخص اللي اسم أحمد هيتعلم خلاص عرف شكل تعلم جدا شكل صور أحمد عاملة ازاي بعدين ادخله صورة تانية لأحمد صورة ما كنتش قررت هاله قبل كده وقول تبتكر الشخص ده من حد كان بدأ او حد النضارة او وهو برضو نفس الشخص يقول لك آه ده ده برضو لأن هو ايه بيبدأ يقرب يعني فالطريقة الأولية هي اللي أنا قلتها في الأول أن أنت بتدخلي وبعدين بستخدم نفس الداتا عشان تستي خلاص فاير طبعا احنا قلنا دي حاجة غلط لأن ليه ما ينفعش نفس الداتا عشان تستكلاسفار لأن نفس الداتا دي يعني أنا شفتها قبل كده أنا نفس شفت شفت انت ادتني ادتني صورة الشخص ده قبل كده وجيت بعكا تقول لي ده ده صورة مين فأكيد أعرف هل أنت علمتها لي لكن لو جبتلي صورته هو صغير أنا كنت تعليمت كل الصور بدعت هو كبير عرفت شكلها جبتلي صورة شبه وهو صغير عشان تست بيها ممكن أقول لك والله ده شبه أو مش شبه لكن ما يفعلش تجب لي صور وهو صغير وسو هو كبير وعلي أنت تجب لي صور صغير تقول لي هو ده هو ده ولا لأ طب مانا قبل كده تفهمني يعني في أول طرق منها سمها بستخدم وبعدين طبعا ده وعمره ما يغلط طوال مرة لأنه هو الحاجة اللي أنت بتوره له أشوف قبل كده فهيبقى عارفها لكن ده بيسفر من التست بس يعني يعني وبتعلم لدرجة الحفظ لأن أنت يعني يعني بزبط بس يعني هو الكونفدنس بتاع الأكيورسي مش منطقية يعني هو يقول لك أنا دايما هتلاقي بيتعلم بنسبة 100% فهذا هو فعن يتعلم يعني لقدت لك كنت مدي له صور وهو كبير وجبت له صورته وهو كبير وقلت ها هي دي ولا لا هيعرف فهتلاقي دايما بيطلع لك يعني يعرف بنسبة 2% لو وجبت له صورة بره الدنيا دي كلها مش هيعرف هي دي المشكلة بتاعها بيكون قليل السقة في الأكيورس بتاعتي بتكون قليل طيب عايزين بقى طريقة ثانية دي الطريقة بقى اللي احنا قلنا عليها ان انا ممكن ناخد 80 و20 مفروض هنا بيسپلت الداتا داتا داتا كلها أقسم الداتا كلها ل يعني التلتين التلتين في الترين وتلت ليه التست اوكي تعافى 100 لما يكون 100 تقسم 35 35 35 خلينا مثلا تقول 30 30 60 فيبقى مثلا كأن 70 و30 ده كده التلتين في ناس بتقسم 28 و20 وفي ناس بتقسم 70 و30 وطبعا أكيد في ناس بتقسم 75 و25 لازم بالضبط كلمة التلتين والتلت يعني لأن أصلا ممكن السامبلز دي ما تبقاش 100 يعني ممكن تكون أكتر من كده 1000 أو يعني بتجيب التلتين من الداتا في الترين وتلت لليه التست المشكلة بس ده يعني إحنا بيبقى عندك استخدم التست سامبلز سمول تست سامبلز أنت معاك بترين على 80 سامبل ومحتاج والتست على 20 فطبعا ده ممكن مشكلة بس يعني دي اسمها hold out ميسود الطريقة الثانية أو الطريقة رقم ثلاثة هو اسمها hold cross validation هو أنت بيكون عندك data set بتقسمها بحيس بأن مثلا عندك 20 و 80 20 دول في الترين وال 80 دول في الترين وال 20 دول في التست بعدين بتبدأ تاخد 20 تانيين من جوة data 20 تانيين خلص غير اللي خطتم قبل كده واللي بقى هو اللي بتخلي في التست فاللي بقى طبعا يكون لو أنا اخترت دول ترين هيبقى ده هو 80 هيكمله 80 samples ده اللي يستخدمه في الترين ده في التست الاستبل اللي باعك ان انا اخد 20 تانيين خالص و اخد الباقي في الترين وهو ده في التست واكز دي اسمها كيف و اعملت هجرب الموديل او خلي افهم بالترين وبعدين تست بال 20 دول و اطلع ل اكيوريسي بعدين ادخل 20 تانيين و 80 تانيين واحسب اكيوريسي وكذا وكذا الناتج في الاخر باخد الافرد الاكيوريسي كلها فتاخدوا بالكم ان ولا مرة يعني 80 دول زهروا في الترين وال20 دول زهروا ولكن في الاستيب التانية دول ما كانوش ظهروا خالص في الترين و دول اللي ظهروا في الترين يعني ما فيش حاجة اسمها اني سيمبل زهرت في الترين وتست خالص ترين تست ترين دول تست ترين دول تست ترين تست دي اللي هي الكيف طيب رابع طريقة اسمها ليف وان اوت ليف وان اوت فالديشن mettre تقسمت بحيث ان معايا مية والت عشرين وتمانين فالكي بتاعتي اربع لان انا مقسمت بتاعتي اربع مرات هنا بقى هاخلي الكيف بتاعتي ان الله سيمبل يعني اخذ كل السيمبل 97 ايت تيرين بيهم واحدة بس اللى بتست بيها و بعدين ابدأ اخذ اسامبل دي أبدأ اخد اسامبل دي هي اللى بتست بيها واقل السامبل الاوانية دي مش اخده دخلها في التيرين الاوانية تم بي качеدحنة في التست اون د pick وده كله في التيرين ال التىج التانية الستج التانية ها الثامل اكد كنت وقت هوية في التست هدخلها جوه التيرين وااخد سامبل غير her واجاز اخد سامبل غيرها في التست فالعيب بتاع الطريقة دي بس ان هي بتملها بتحتاج وقت كبير لان انا بجرب على السامبلز على لان هي نعمل بعد السامبلز اللي عندي الطريقة الخامسة بقى اسمها البوتوستراب البوتوستراب دي بتكون الطريقة بيتم استخدامها لما بيكون عندي فيو سامبلز لما يكون عندي فيو سامبلز للداتا بيحصل ايه بقى انت بتقول انا انت داتا بتاعتك عندك كم سامبل واحدين انت تربعة خمسة عندي خمس سامبلز هنعمل هجينريت عندي هعمل رقم واحد وحط فيها خمس سامبلز بس مشارط يكون هما الخمسة دول يعني ايه يعني انا اقول له اختار لي خمسة بس قابلة للتكرار يعني ايه قابلة للتكرار مثلا هنا عندي اكس تلاتة اكس تلاتة اكس تلاتة اكس خمسة يعني اكس سامبلز رقم تلاتة ظهرت تلاتة مرات واحد وخمسة دول خمسة سامبلز هل هم خمسة سامبلز يعني ديتها كلها لأ في سامبلز ما ظهرتش اللي ما ظهرش هاخده في التست اللي هو الـ X2 و X4 هعمل experiment تانية وأخد X5 مثلا و X3 و X1 و X2 تلاقي X4 اللي ما ظهرتش هيبقى X4 اللي تحط في التست وطبعا X5 هنا ظهرت مرتين عادي ما عندش مشكلة هي الدنيا راندم ممكن تلاقي كلهم X1 ويبقى 2 3 و 4 و 5 هما اللي ظهرت في التست دي مشكلة دي بعملها إمتى لما بلاقي أن الترينج الداتة بتاعتي أو الداتة بتاعتي كلها سمول فأنا مش هينفع مش هينفع أتعلم بعدد قليل من الدات مش هعرف أفهم كويس أو الباترن يعني فبفضل أن أنا كون دايما عندي داتة كتيرة فأنا هعمل إيه ممكن أعملها بالطريقة دي إن أنا أجرب الـ experiment بإن أنا أخد سامبلز معينة في الترين وسامبلز تانية في التست والسامبلز اللي بتوبيج نريدها في الترين بيسوي نفس عدد السامبلز اللي في الأوريجنال بس إيه بنسميها وزري بلسمنت وزري بلسمنت يعني قابلة مع الإحلال بختار مع الإحلال يعني السامبلز اللي أنا اخترتها دي X3 و X1 و X5 و بعدين X2 و X4 أعمل بقى مع الإحلال يعني كل دول أخليهم يظهروا تاني عادي مش مشكلة مبيش حاجة سامبلز معا أن أنا اللي ظهروا في الإكسريرون دي ما يظهروش تاني لأ بيظهروا الدنيا كلها بس إيه الاختلاف في الـ random أنا عايزة أثبت إن أنا مختار خمس سامبلز وكل سامبل ممكن تظهر أكتر من مرة عادي واللي مش هيزر أحطه في التست طبعا دي طرق مختلفة يعني عندنا خمس طرق بختار كل السامبلز في الترين و بختارهم كلهم في التست وقود أود مثل شوية منهم في الترين وشوية منهم في التست .. كل السامبلز تصر في الترين وكل السامبلز بتصر في التستgruppا بس في الاستابل واحدة ما فيش ترين بيظهر مع التست دي ده ترين وده تست والاستابل بعدها ده ترين الابيض ده ترين والرزوز ده تست بس في الاخر باخد الابراج بينهم نفس الكيفولد بس الفكرة ان الكيف بتسوي ان البوتل ترين بستخدمها لو كنا بروف تسامل زي عندي قليلين وبستخدم اللي بعمل يعني مع الاحلال الاستابل التانية الاستابل التانية اسمها feature extraction ده انا مثلا دلوقتي خلاص دخل لي صورة الشخص فابقا مش عارفة ادخل صورة الشخص عطول على classification ولا اعمل feature selection يعني اختار شوية features ساعات بضطر ان انا اعمل feature selection عشان سببين اول حاجة ان ممكن يكون الامج اللي دخلها لي بتكون كبيرة فاندخلها كلها صعب مش عارف اشتغل على مثلا لو الصورة 100 في 100 فاندخلت عندي 10.000 pixel value فاشتغل عليهم هيبقى ياخد وقت وحاجة تانية ان ممكن يكون features اللي انا اطلحها تكون افيد من الصورة كلها انا عندي صورة فيها background مثلا او في صورة مثلا فيها معلومات كتيرة شخص مثلا لابسنا نظارة على الدقنة على فانا مش مهمة بالنسبة للدقنة على انا اهم حاجة عندي الاريا بتاعت العين والاريا بتاعت النوز والاريا فبعد الاحيان بضطر ان انا اعمل features selection عشان features بتبقى مهمة او استخدام الصورة كلها بيكون صعب انا ملا اقول الاريا فاعت العين بس طبعا ممكن ان الان الان كتيره مش صارتو تبقى الامج بس او ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى حاجة كتيره طيب حتى لو عملت features selection في بعض الناس بتقولك طيب انت الوقت عملت features ايه هي عادة features المناسبة للproblem بتاعتي يعني انا دلوقتي عندي عايز اعمل feature recognition طلعت عشرة features عشرة features دور كويسين وليلين ولا كتير ولا مناسبين في بعض الاحيان بنعمل features كتيره ونفرض ممكن يوصل لميت features وبالتالي بضطر ان انا اعمل استيب تاني اسمه feature reduction انا اقلل features فدي اسمه feature reduction ان انا ببقى عايزة features اللي ما بكون كتيره بيظهر لحاجة اسمه كارسوب ديمشنالسي او لعنة الdimension او لعنة ان انا عند dimensions كتيره او features كتيره فمش هينفع هيبقى هيدك او او عيب بقى مش ميزه بنسبة feature selection فبضطر ان انا اعمل حاجة اسمه feature reduction اقلل features دي اكي بيكون هذا منها ان انا number of features طبعا الكلام ده مش نظري فيه approach معينة زي او البيسي اي او ال принцип component analysis نستقدمه في feature reduction عشان اقلل ddimension او الطيب اللي بعد كده ان انا عايزة ادخل في classification آآ عشان ادخل في classification لازم اعدي بستيب كويسة جدا وهي اللي هي الموديل selection عايزة اختار ايه هو اللي استخدمه للبروبلم دي فيه classifiers بيستخدمه في دومينز كتيرة وفيه كلاسفير زي بشغالين على معين ما ينفعش تستخدم غير في يعني مثلا عندي الجنرال يعني مثلا كلاسفير زي RNN ده بيستخدم في السيجنال نادر لما تلاقيه يستخدم مثلا في الامج ممكن تلاقي كلاسفير زي النورال نتورك تلاقيه دخل في السيجنال والامج والتكست وكل حاجة فلازم أشوف ايه هو كلاسفير المناسب لبرولم بتحتي ولو عندي مثلا اتنين كلاسفير بستخدموا للامج بروسسينج مين فيهم أحسن فتبعا دي بروبلمز أو حاجات محتاجة أن أنا أسئلة وأجوابها لنفسي محتاجة بس الأول أعرف يعني إيه كلاس كلاس دي معناها عبارة عن مجموعة من عبارة عن مجموعة من اللي هم نفس البروبرز يعني اللي هم نفس الخصائص مشتركين مواد في نفس الخصائص زي مثلا قدت كل حروف كل الحروف اللي هي إيه هتلاقيه كل واحد بيكتب حرف الإيه بشكل مختلف على حسب طريقة كتابته ولكن كلهم في الآخر حرف إيه أو حرف البي كلهم نفس ينتمون نفس الكلاس أو نفس الشكل يعني feature extractor ده عبارة عن program بستخدمه علشان يطلع لي features بتسعدي بعد كده في ال classification step classifier هو عبارة عن program برضو أو algorithm بيستخدمه بيبقى دخله features feature vector أو feature matrix على حسب أنت بدخلك أكتر من image أو أكتر من features يعني أكتر من data item يعني وفي الآخر بيبقى عايز أقول أن اللي تخلي ده عبارة عن class A أو B أو C أو أن أنا ممكن أقول أنه هو reject class يعني هو ولا واحد من دول طيب طبعا في عندنا كتير يعني من maximum likely hood classifier من distance classifier يعني عدد كبير جدا من algorithms أو المشهورة كل واحدة فيهم بيمشي بس ده عدد لوجيك معين وبيستخدم فيه problem معين طيب A typical classification problem comprise the following task A given example or instant objects typical of a number of classes بعدين بكلسفى other objects into one of these classes will features need to be identified such that the end class variation are less than the between variations طيب إحنا دلوقتي عايزين نخش في مرحلة الترينينج يعني أنا عايزة الكلسفير بتاعي يتعلم يتدرب ويتعلم فأنا محتاجة يبقى دخل لي input instance أو object معين بعدين ببدأ أن أنا أدرس الفيتشر تحته دي عاملة ازاي وبعد كده ببدأ أن أنا أقول أن الفيتشر دي أو الـ element اللي دخل ده أدخله تبع class معين أو دخله تبع cluster معين أو دخله تبع category معين فبتعلم إزاي بيزدع رول معينة how can we learn this rule from data إزاي أقدر أن أنا أشوف أن يعني كل مكان distance بين العين مش عارفة يبقى ده حد distance صغيرة يبقى هو طفل distance تكون كبيرة يبقى هو رجل كبير طب لو مش عارفة المسافة بين الحواجب لو كانت صغيرة يبقى هو ميل لو كانت مش عارفة إيه يبقى في ميل يعني فأنا عايزة عارف إيه الرولز اللي أنا أتعلمها بحيث أن أنا في الآخر أبدأ أحط the features the sample دي طبع class معين ودي طبع class معين الموضوع يعني فيه تفاصيل كتيرة قوي ولكن يعني المشاكل في learning كلها بتنقسم لثلاث أنواع في supervised learning أو unsupervised learning أو reinforcement learning supervised learning معناها أن أنت بتدخلي data بتدخلي معاها هي plus a يعني بتقول لي أن أنا دخلت لك سورة أحمد واخد بالك ده أحمد أو بدخلك سورة حد وقول لك خد بالك ده mail أو ده في mail أنت بتديني أنت بتديني هنت كده وأنا شغال يعني أنت أصلاً بتديني حاجة يعني أنا أود أتعلم مع نفسي ممكن أطلع أنه هو في mail لما تقول لي على فكرة لا ده هو mail أبدأ أن أنا أصبق نفسي وعدل ويتس تاني أو بعض البرامتر أو أن أنا عدل الرولز اللي أنا تعلمتها حس في الآخر أقول لك لا أدوان مفروض يكون mail ده سورة 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 إن أنا لازم أحط سورة سورة أو أن أنا أحط سورة يعني الداتة اللي ده خلالي طبعاً كل ده هيتشرح بالتفصيل هو يعني في محاضرة الوحدة يعني لأن سورة سورة أنت تدخل الداتة بتاعتك وما تقوليش ما تدينيش أي هنت ما تقوليش أي label ما تقوليش اللي هو إن الحاجة اللي دخلت دي إن هي mail ولا في mail أو 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 مثلاً human أو cat أو dog أو ما تدينيش أي هنت سيبنا أنا create the rule اللي أنا فهمتها وطلع لك أوبط وبرحبك بقى يعني ده الأوبط اللي أنا طلعه فلما بيكون لما بيكون في حاجة تعلمتها وما تكونش معايا category أو label من سام اللي بيطلع ده اسمه cluster مش close cluster لأنه هو بيطلع بقى زي ما يفكر في حاجة تانية اسمها reinforcement learning إن أنت بقى بتقول له اتعلم وبعدين أنت هتطلع لي زي ما اتطلع وبعدين أنا بعد ما اتطلع هعمل لك reinforcement يعني أن أنا هوجهك أو أن أنا همشيك في طريق تاني بس بعد ما أنت اللي تعمل حاجة يعني أنت بعد ما تطلع أقول لك غلط أو صح بس يعني لو قلت لك إن كارل انت عاوزه ده غلط هتطلع بقى ترجع حساباتك لو قلت لك ده هو صح تطلع انت تقول ده إيه ممكن تقف على كده فبديك بس بس ما أقول لكش هو إيه يعني ما بقول لكش إن الكلاس اللي انت طلعته ده انت قلت لي ميل أقول لك آه ده هو ميل أو في ميل لا أقول لك إيه اللي انت طلعته صح وانت طلعته غلط لو أنا طلعته ميل وانت قلت لي انت طلعته غلط فأنا لسه قدامي في ميل وعندي آآ آآ وعندي حاجات كتيرة ممكن أطلعها فأنت بس وقفت لي حاجة فأنا هتعلم مع نفسي هتعلم منين من أو من الفيدباك اللي انت تدهولي طيب السوبرفايز لو هن لو هن لو هن لو هنشرحها شوية برضو تاني هو هنا بيقول لي يعني آآ لو عايز تتخدم تلاسفير معين بعض اتعلم من الداتا اللي عندي وبعدين آآ بطار ان انا بإذاليويت الكلاسفير ده قبل ما ما ديلي للإيه للجنرال أو ان انا ببدأ ان انا عمله طيب شايفة برضو ان الدنيا يعني ماشي ممكن نقولها برضو هنا بتفسير مش مشكلة انا هنا بيكون عندي مسلا دي الداتا بتاعتي بس الداتا دي بتكون عبارة عن عليها مثلا وممكن مسلا استخدم الحاجة الثالثة دي تبقى الليبل يعني ايه انت مسلا دخلتلي داتا ممكن مسلا يبقى عندي دي شكل بتاعتي اندخلتلي المعلومات عن الفيس في الشربان مسلا بتعبر عن الاريا بتاعت العين واني مسلا بندي ايه رقم عشرين مسلا تلاتين خمسطاشر ممكن مسلا الليبل بتاعي يبقى اقول لك مسلا ان الشخص ده ميل وهكذا يعني لازم اديك معلومة في الاخر ان الليبل بتاعي ده عبارة عن ايه مسلا هنا في ميل دي شكل الداتا فانا عندي مو معينة نفرض الاسم الفيس ريكونيشن عايز اتعرف قدام ده بتاع مين فيس ريكونيشن اوكي بعمل ممكن عمل مثلا الاريا بتاعت الافيس كله الفيس اوكي وفي باكراوند بعمل معاي الفيس بس بعدين عندي فيس كتيرة ببدأ ان انا بتاعت الترين والتست مثلا عندي تمانين سامبل هنا وعشرين سامبل للتست العشرين السامبل للتست دي سيب ها دلوقتي دي اللي انا هبدأ ان انا ادخلها على السابل بعد كده دي التمانين بابدأ اختار الالجوريزم اللي انا عايزه اللي افرض مسلا اسمه مسلا SVM بعدين ابدأ ان انا اعمل تريننج يعني ايه يعني ابدأ ادرس ايه الرولز اللي انا شايفها من المعلومات دي مسلا هنا عشرين عندي هنا تلاتين او خلينا مثلا اتنين وعشرين اتنين وعشرين اه تلاتة وتلاتين وهنا التلاتة مثلا وفيما اي ارقام يعني ببدأ ان انا اخد اتعلم رولز معينة بحيث اقول اعرف ان في علاقة بين الفيتشر اللي عندي او بين السمبل اللي عندي وبعدين ببدأ ادخل اقول اعمل افليوشن افليوشن يعني ايه انا تعلمت رولز وتعلمت شوية رولز بعدين ابدأ ادخل العشرين دي هنا وقول جب من بقى رولز اللي انت تعلمتها السمبل اللي جايلي من العشرين دول العشرين دول كلهم خلينا اخد واحدة منهم بس عندي صورة هو ما شاف هاش خالص واجب ان رولز اللي انت تعلمتها اللي هي كل ما اريك صغيرة كل ما ريك كبيرة او اعمل اعمل افليوشن اللي حاجة ويا اما هو يكون اا مطلع صح النتيجة بتاعته صح اوكي ولا لأ فييس خلاص يبقى اخد النتيج بتاعه لو قال لي بطل ان انا اعمل برامتر يعني ببدأ ازبط نفسي اقول اه انا غلط في رول معينة رول اللي انت اللي اخترت دي ما كانتش جنرال او ما كانتش صح بطل ان انا اعمل برامتر تيون وفي الاخر بطل ان انا لو بتاعه تلعب غلط بطل ان انا اعمل برامتر تيون اوكي طيب الحاجة التانية اسمها unsupervised learning unsupervised learning باختصار يعني داخل فيها اكتر من حاجة بس اكتر حاجة مشهورة اسمها clustering given unlabeled data يعني داتا ما فيهاش label مثلا partitions data into this joint sets of clusters each data point is included in exactly one cluster يعني معاك data بس من غير labels انا مديك data زي الarea بتاعة الفيس والحاجات دي كلها بس مش اذا كوامل ولا فهمين مش مديك اي hint وتعلم بقى انت طلع في الاخر تعلم الرور وطلع لحاجة بس كده دي اسمها clusters مش clusters و بنبدأ بقى نشوف هل فيه rules بقى how many clusters دي انت عايزها مني انا طلوقتي وانا مش عارفة قصلا من clusters ايه بقى قول لي ممكن اسأل قبل مبدأ how many clusters do you want مثلا انا مفهودة look for how to define object similarity يعني الobjects دي يعني بتبقى اشربها بعد امتى how do you know when clustering results are good اعرف ازاي ان clustering بتاهد ده صح ولا غلط فطبعا يعني دي مشاكل بتقابل clustering او بتقابل unsupervised لان ما فيش اي ارشاد من من user يعني طيب اه فيه نوعين من clustering فيه نوع اسمه partitional ان انا بمشي بطريق ان data عندي تبقى موجودة وقسمها into groups يعني دي كل الحاجات اللي هي عبارة عن عبارة عن مسلسات t في group وحبار الحاجات اللي فيها مربعات t في group تاني ونمبر of clusters عندي هنا اتنين طب لو قلتلك اعمل لي ان اقسمهم اللي بحيس ان الكيب تلاتة او النمبر of clusters تلاتة يبقى اقول لك كل المسلسات في حاجة والمربعات اللي قريبة من بعد كذا والمربعات التانية ايه cluster يعني محتاجة اعرف منك الكي يعني number of clusters اللي انا هقسم ده تابعنا عليهم وبعدين هو لما بيقسم بيقسمهم كده into groups يعني طبعا اللي في النص دي اللي هو center بتاع center بتاع class كل objects اللي قريبة من center دي بتبقى تبقى 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 هاجي هنا هحط مثلا centroid بتاع هنا او center هنا يبقى هحط samples اللي هنا تبقى في cluster واحد وال samples اللي هدك cluster واحد وال samples اللي قريبة من دي كل cluster واحد يعني ده بس يعني مقدمة كده بس طبعا هتشيح بالتفصيل في فيديو الواحد يعني زي ما انا قلت كده بنحتاج ان احنا نعرف ال-K بحتاج ان انا ابدأ بانشاليز الدنيا باننا عرفت ان ال-K بتاعتي مثلا بتلاتة فاعمل تلاتة أو تلاتة تلاتة اماكن اعتبر كأنهم المين بتاعتي وابدأ اشوف كل احسب ال-Distance between the-Center احسب كل بتاعتي قريبة من center ده قد ايه فكل ال-Distance بتاعها بكون صغيرة بحطها في cluster واحد دول بيكونوا بعيد بلاي دول قريبين اكتر من ده خلاص بدلت بعدها دول قريبين اكتر من ده بدلت بعدها هي دي بس الفكرة البساطة بس طبعا فيه تغسيل تاني ده نوع الاولي من cluster اسمه partition ان انا بقسم الدنيا اللي قدامي انتو cluster او cluster او عدد معين من cluster او groups يعني النوع التاني اسمه hierarchical create decomposition of the objects يعني انت بيكون عندك ال-Data بتاعتك ال-Data كلها هنا وبتبدأ تقول ان انا هقسم الدنيا بتاعت دي into two groups وابعدين تمتأ تمسك كل group تقسم into groups تانية وبعدين وفي الاخر بتكون لي وفي الاخر بتكون لي ممكن لاقي في الاخر ان كل sample محطة في cluster cluster sample ابرد عند اربع sample x y z w كل واحدة فين في cluster ده اللي هو defensive ان انا ابدأ اقسمهم انتو ابدأ من فوق لتحت بقسم السامبلز بتاعتي لكن بعكها فيه نوع تاني اسمه agglomerative ان انا بيكون عند samples اصلا x y z w ببدأ اخد امشي بشكل معين اشوف ايه rules او هم وابدأ اخد مسلا x y دول شبه بعد احطهم في group وبعدين الاقي ان z w دول في group تاني بعد كده اخد z x و w احطهم في group مع بعض و w dm في group الواحدة بعدين اشوف ايه الساملارة اللي موجودة برضو ما بين w والتلاتة دول وابدأ احطهم في group الواحدة احتمال او الاختلاف من الاجلومراتي والدفيسي بانه ده بيبدأ من السامبلز لكل الداتا ده بيبدأ من كل الداتا لل سامبلز ممكن ده بيبدأ من تحت الفوق او من سميها ايه من bottom up لكن ده بيشتغل top down يعني ده طرق معينة للتعامل مع الكلاسترين كل واحدة فيهم لها مزايا وكل واحدة فيهم لها عيوب ولكن ده بس نظرة او مقدمة للتعامل مع يعني 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 و كلمنا بالتفصيل عن كل منهم بحتاج اعمل ايه عشان ايه ممكن كذا طريقة عشان اقسم الداتا بتاعتي و الفيتشر سليكشن يعني ايه و ايه فايدتها واما تحتاج ان انا اعمل فيتشر سليكشن وان فيه بتخلف من مجال لمجال وبعد كام ممكن اضطر نعمل نتيجة الكرس بتاعتي عالي بعدين بعدين عارفنا عارفنا ايه 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 وعارفنا ان عندي كلاس 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 كتيرة اه هناخدها ايه وبعد كده اخدنا ثلاث انواع من الترينينج في ال سوبرفايز والانسوبرفايز والريمفورسمنت ليرنينج ده شغال ازاي وده شغال ازاي واشهر حاجة واخدنا الانواع بتاعته وايه الاسئة اللي ممكن او الحاجات اللي ممكن تقابلني لو انا عايزة ابدأ في الكلاس ان انا مش عارفة بالظبط ان هقسم الدنيا لو قسمت لتلاتة او اربعة هل الحاجات دي كده تمام يعني ادت تقسيم مالصح ولا لأ ما عندش اي جايدانس ولكن هي محاولات وطبعا فقا كتير ل كانت قبل ان شاء الله اكم حضرة جاية